بقى لقاء مع الكابتن حازم امال فانت جايب مدرب مطلوب مش مدرب مسلا كان من عشر عصين كويس او مدرب كان من عشر عصين بيها انت جايب مدرب عنده طموحات وعجيله وتعروض كتير جدا انك تجيبه مصر كان عنده عرض لمنتخب في قاسة العالم إيران تقريبا فهو اني جيلك هنا داي دول ان مصر كبير او جمعة وفكرة دايما او الفترة اللي فاتت يعني كان فيه منتشطات يقولك المنتخب مش لاقي مدرب بيدوروا على مدرب ومحدش عايز ييجي مصر كورة القدم مش اول مصر كورة القدم المصرية كبيرة جدا واي حد يرتبط اسمه بكورة القدم مصرية بتكبرو مش بتقاللو ان معاك واحد زي محمد صلاح كابتن كبير جدا هو كابتن منتخب مصر حاجة كبيرة جدا للمدربين كتير انه عايز يتعامل معاه والنني والاسامي اللي موجودة عندنا الكورة مصرية بتاريخها كبيرة جدا جدا تخلي اي حد نفسه انه يضارب منتخب مصر فانا مبسوط ان الحمده وصلنا مع روي بشكل كويس قوي اربع سنين انا بس اطلب الناس انها عندنا في القناة او في قناة كثيرة او الناس عصوش دايما يتكلموا على فكرة ما تحسبوش الناس بالقطعة ما تحسبش الناس بمطش بمطش ادي للناس زي ما في اوروبا وزي اليوسيسي في السنغال بالو سبع سنين احنا عايزين فاحنا جابين واحدة اربع سين ادلو الفرصة ممكن مطش الجاي ما يبعبش كويس ما تقولش دواها ما عندوش فكرة دا يا عمد اضايع لا لسه احنا بنبني ولسه هنقع شوية ممكن تشكيل يبقى غلط لكن هو بيبني لقدام سنتين تلاتة قدام وانا متفائل به جدا رجل من اول ما ماضينا عقد بنتكلم مع بعض في تليفونات عنده كل الداة اخدها اشتغل على تلات اربع سين لورا كل اللعبة اللي جاءت منتخب مصر خد الداة بتاعتهم لمدة تلات سين لورا خد منتخب اولمبي منتخب 2003 بيشتغل بيبص عليهم دلوقتي اللعبة اللي عايشة في اوروبا اللي بتلعب برا فمش اللي هو يعني ساكت او لا من اول يوم وهو متابع بيشتغل على نفسه بيشتغل على الفرقة بيشتغل على المستقبل فيا رب ان شاء الله يتوفيكم عن جانبنا يعني بإذن الله زي ما انت قلت ان كلامه منظم ومتصق مع نفسه بشكل كبير جدا ما فيهوش طموحات كبيرة وما فيهوش تقليل هو بيكلم على واقع وعلى ارض صلبة نشتغل عليها ازاي وهو عفكرته يشتغل ازاي على الفترة اللي جاية مع الاندية والمنتخبات دي مهمة جدا زي ما بقول بس بلاش يعني نتمنى المراضي للامور في التحليل والانتقاد تكون على مهلنا مش حاجة سريعة يعني انه ناخد وقته ويشتغل لانهو بيشتغل اربع سنين فهو مش عايز دلوقتي المطشق جاي يكسب هو عايز يكسب البطولة افرخي عايز يكسب يوصل كاس عالم فدي الحاجات دي كلها هتاخد منه انه هايجرب كتير هاي ممكن شوف لعيبة صغيرة الله انا ما عافش تفكيره لسه مع تكلم ناس بي في الديتيلس قوي لكن اكيد هيشتغل على كده فممكن الحاجات دي في الاول تقع منك حاجة تعمل حاجة يبقى الانتقاد بس على قد ان الوجهات النظر في المساحة الوقت دي مش على المشاعن هو لا يعامد مش عارف ايه لا ادخل نديل وقته يعني